والمتابعة ينضم إلينا من كاركاس مراسل القد محمد فانيش محمد يعني متى من المتوقع إذن وصول قويدو إلى فانزويلا وماذا عن حجم الاستجابة لدعوات قويدو باستقباله بمظاهرة حاشدة نعم المعارضة دائما تعتبد على المفاجأة كانت هناك تسريبات منذ يوم أمس بأن أنصار قويدو سينزلون إلى الشارع وفعلا فعله الآن نحن داخل ساحة تسمى بساحة مرسيدس في قلب العاصمة كاركاس نزول كبير لأنصار قويدو من المنتظر كذلك أن يدخل إلى الأراضي فانزويلية بعد قليل قويدو لا ندري هل عبر مطار كاركاس المسمى سايمون بوليفا أو عبر مكان آخر لكن الجيش حواجز عسكرية بكل طرقات المؤدية إلى المطار نعم المعارضة الآن هي تحشد أنصارها في أنشطة ود نعم نعم يعني محمد نعم نعم هل تسمعوني؟ نعم يعني محمد كنت أسألك عن هل هناك مؤشرات ربما أو حديث عن إلقاء القبض على قويدو فور وصوله إلى فانزويلا أم أن التحضيرات الأمريكية ربما لديها صادة على الحكومة الفنزولية وهي تدرس الأمر الآن تطويق الجيش للمطار يوضح أن حكومة نيكولاس مادورو قادمة على وعدها باعتقال زعيم المعارضة إلا لتغيرت أمور في آخر لحظة لكن كل الأمور الآن وكل المؤشرات تؤكد أن أخوان قويدو إذا ما دخل من مطار كاركاس سيتم اعتقاله لكن هناك أمور أخرى يلجأ إليها أحيانا يدخل عبر الحدود مع كولومبيا وهي حدود شاسعة جدا وبعد ذلك ينتقل بطائرة خاصة من المكان الدخول إلى كاركاس فلم يكشف أخوان قويدو عن طريقة دخوله ننتظر من منتظر أن يصل إلى هنا بعد ساعة لكن إذا تم اعتقاله الأكيد أن الأمور ستتلور إلى بشكل أكبر نعم سنتابع معك بالتأكيد من كاركاس مراسل الجدد محمد فني شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر